السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهار ده هنتكلم على مجلة بيم اريبيا بيم اريبيا اولا مجلة بيم اريبيا تمام مجلة بتنقش البيم طيب ايه هو البيم البيم هو ان انا بما اعمل تمثيل او نمزجة لكل خصائص المبنى بحيث اقدر اعمل سيموليشن اقدر اشوف التكلفة المشروع ده هيتكلف قابل مبنية ده كل ده على الكمبيوتر بيبقى معي الموديل كيان انا بنيت المبنى وبعد ما بنيت المبنى بس فاتت المبانات بس انا بنيته على الكمبيوتر فلم كلمت لس اي حاج خالص وبكتشف المشاكل ووكتشف الاخطاء كلها على الكمبيوتر وده بيوفر كتير جدا وبيدلي فوائد كتير جدا من فوائد الموضوع في دول كتير جدا خلت الموضوع ده اجباري تمام زي امريكا في المشاريع الحكومية بتاعتها زي بريطانيا من ابريل 2016 زي النرويج فنلندا الجيرماني في بعض المشاريع ايطاليا فرنسا سينغافورة هونج كونج السين كوريا الجنوبية اليابان كل الدول كتير جدا في دبي هي اعتبر الدول الوحيدة في الدول العربية مديرة دبي هي خلت بيم اكباري لبعض انواع المشاريع اكتر من عشرين دور لو شركة الاستشارية شركة من بره دبي فلازم تعملوا بالبيم لانهما لقوا ان البيم بيوفر وبيعمل مزايا كتير جدا وهما من وجهة نظري موضوع ان هو بيوفر المواد الخام لان المواد الخام دي بش ملكنا حتى لو انت دفعت فلوسها فهي بش ملكنا دي ملك الاججال القادمة ولازم نحافظ عليها ونسلمها لهم ما يفعش عشان نحن نبني نهلك كل الخشب نهلك كل مواد الخام الهالج بيبقى نسبة كبيرة من المشروعة ممكن عشين في المية ثلاثين في المية ده بتحقينا فلازم نحافظ عليه فلما احنا شوفنا الموضوع دوت اهتمينا بالموضوع فبدأنا ندرس دي صورة من الدكتور بلال سكر ملاينا ان لازم عشان نطبق البيم في بيادنا لازم فيه ثلاث لعبين اسيين او ثلاث حاجات اسية لازم تكون موجودة في البوليسي فيه جهات بتبدأ تحط طريق الشغل بتحط السياسة بتبدأ تحط الكود اللي ناسها تشغل عليه فيه البوليسيس دي شركات السشرية والمولات اللي بتتبنى البيم فيه جزء خاص بالتكنولوجي دي شركات اللي هي بتعمل توفتوير او بتعمل البلاجين دي الوحة تفصيلية اكتر احنا في البيم erkennen هنا وبنتعاوم مع اي حد موجود في البوليسي وبنتعاوم مع شركات اللي هي موجودة هنا في البوليسيس وبنتعاوم مع شركات اللي بتعمل برمجيات البي م ينسوأ بنبدأ نعمل احنا بعض البرامج البسيطة او بنعمل مراجعة للبرنامج ونبعت لهم نقول لهم البرنامج محتاج يتطور فيه ايه ومحتاجين فيه ايه او نحن نأمل الزهار الجاي ينزل فيه العد الاول لما بدأنا فيه دي اسامي الناس اللي شاركت في العد الاول المهندس كمال شوقي دكتور ربال سكر عملنا مع القاء المهندس ايمان انديل محمد حماد المهندس سامر الجهري المهندس معاذ النجار دكتور سامر السياري المهندس احمد لطفي دكتور حمزة مشرف دكتور صلاح عمر عمران ما شاء الله يعني اول ما بدأنا نفكر في الموضوع محدش تأخر وبدأنا نتبنى فكرة ان يبقى فيه مجلة للبيم واحنا كنا وصكين ان البيم بش حاجة بسيطة يكفي ان احنا نكتب فيه مقالتين تلاقيات عارفين ان هو مجلة طويلة جدا كمية معلومات رهيبة جدا بتعمل فيها رسالة الدكتوراه وبتعمل فيها رسالة الماجستير فبدأنا النظر الموضوع بحيث ان يبقى فيه سلسلة من المقالات والكتب اللي نقدر نعملها احنا هدفنا ايه هدفنا ان احنا نطور ونقوي امكانيات المهندس العربي بحيث ان هو يقدر ننفس الاخرين ونقدر عنده كفاءة ونقدر نديله المعلومات اللي هي ما بتدرسي في الجامعة صدر حتى الان 27 عدد وان شاء الله لما تكون سمعت الفيديو ده يكون صدر اعداد تانية باذن الله وفي الاول كان التصميم بسيط بدأ يتطور والحمد لله بدأ يبقى مستقواس جدا بنفس المجلات البروفيشنل وصدر من الانجليزي حتى الان 10 عدد وشغلين في ال 11 وال 12 وبرضو ما شاء الله يعني الحمد لله ناس كتيرة جدا قرت العدد الانجليزي واسنت عليه وعجبها الناس لاست لغة العربي بالعربي وقالوا ان هو مداز جدا وبنصحة الطلاب يعني فيه دكاتر الجامعة كانوا بنصحة الطلاب بتوحهم في جامعات في بريطانيا ودول تانية انها تكرر العدد وفي العدد الشغلين في كاس اللغة منها الفرنساوي والاسباني والالماني والتركي وان شاء الله برضو تصدر ويبقى مفيدة برضو للنس ده شكل الموقع تقدر تحمل كل المجلات العربية والانجليزي واي لغة تانية من الموقع بدون اي مشاكل خالص وبدون اي رسوم بدون اي فلوس الفريق بتاعنا عمر سليم بيم مانجر ودكتور بيل سكر مقيم في استراليا وعمل موقع بيم سينكس بيس وعمل قموس البيم وشغل جبار ما شاء الله يعني محتاج باوربوينت الواحد عشان نقول الانجازات بتاحته ما شاء الله يعني هو كل واحد من الفريق ما شاء الله يعني موسوع الواحده دكتور نشوان داود في بريطانيا دكتور نوها صليب مصرية وبتدرس في بريطانيا دكتور هاني عمر في ديوة في وزارة المياه في الامارات دكتور سامر السياري مصري وكان بدرسه في جامعة اسكندرية وحاليا في جامعة بيروت ومشاء الله معروف طبعا يعني غنى على التعريف دكتور محمد القاسم بيدرس في بريطانيا دكتور ياسر او سعود دكتور حمزة مشرف في استراليا سعودي المهندسة سونيا احمد بتحضر الدكتوراه في تشيك من سوريا المهندس كامل شاوي المهندس صلاح امران وكتر جدا جدا ما شاء الله يعني يضيق كل مجال بذكرهم بيتعاونوا ما شاء الله في عمل المقالات وفي البراجعة وفي النصايح اي حد بيعمل رسالة لدكتوراه وماجستير ما بيتغرش عنه باي معلومة ربنا يبارك فيه في كل عدد بيقى فيه ابواب ثابتة وبقى فيه تغطية المؤتمرات بيبقى فيه منقشة لبعض بيبقى فيه اخر اخبار موجودة في السوق منقشة لو فيه برنامج جديد بنبدأ نتكلم عنه عشان ننشر اي مقالة بلازم فيه شوية شروط انها هتكون ما تناقش الموضوع ده قبل كده يكون المقالة واضحة وسهلة وفيه ترتيب بالافكار ويكون فيه مقدمة واضحة بتوضح اللي حنا بنقشه بيكون فيه سور توضح الكلام الموجود الحمد لله احنا بنتعاون مع اي حد بيطلب المساعدة سواء بيعمل الدكتوراه وماجستير او الشركة بتاعته عايزة تطبق البيم فبنبدأ نتعاون معه فيه كتب الحمد لله طلعناها من قلب بيم ارابيا منها كتاب الطريق الى البيم ده العمر سليم والدكتورة سوني احمد وفيه موضوع كتيره بنقشها في قلب المجلة ومن دين الحالة اللي احنا فخورين احنا عملناه في بيم ارابيا كموس البيم ده احنا ترجمنا كموس بتاع دكتور بلال سكر بحيس ان المصطلحات تبقى موحدة بيننا ما نفعش واحد يقول كلمة والتاني يفهم بمعنى اخر فبحاولنا ان احنا تبقى المصطلحات موحدة في قموس البيم اهم الموضوع اللي اتناقشت في مجالة بيم ارابيا في موضوع كتيره جدا تتكلمنا عن الاجمانتد رياليتي تتكلمنا عن البيم ومراحل المشروع البيم وازاي بيقلل المخاطر المشاكل الفاميلي زي نقدر نفهمها وزاي نقدر نعملها باسلوب بسيط الحمد لله المجالة سجلت في بريطانيا وحاليا بنسجلها في الاتحاد الاوروبي وحاليا بنحاول نعتمد المجالة في اكتر من جامعة بحيس انها تنشر وبحيس ان كتبتها جامعة يتبادلوا معنا وينشروه في مجالة بيم ارابيا الحمد لله بيم ارابيا برغم الفترة البسيطة الموجودة فيها بس الحمد لله قدرت تعمل شراكة مع اماكن كترة جدا في دول كترة جدا شاركنا في مؤتمر بيم ايجيب تديي شاركنا مع زيجرت ده في اسبانيا شاركنا في مؤتمر كويت شاركنا مع دار اللي مواره في قطر فيتشر بيم ايجيب تدييشن شاركنا في التشيك شاركنا في لاتيفيا فان شاء الله واحدة واحدة بنبدأ ان ننتشر بيم ده ان نتعرف على المنظمات اللي هي ممكن تساعد في تطبيق البيم بنبدأ نتعاون معاها وبنبدأ ان اي حد يطلب مساعدة بنحاول نتعاون معاها بحاول سهل الامور ان شاء الله وان شاء الله يعني نتمنى ان احنا نقدم حاجة لبلدنا وتكون حاجة مفيدة ان شاء الله و لا تنسوا من دعاكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة